طيب عايزين بقى نتكلم مع حضراتكم دلوقتي فيه موضوع مختلف يعني أول أخبارنا بقى النهاردة طبعا نهاردة عايزين نتكلم بقى شوية عن الماتش الأهلي ويغزل المحلة طبعا في المسابقة الدوي نديكم نبزة كده ولو بسيطة عن هذا الأمر غزل المحلة لعب 21 مباراة حتى الآن كسبوا 5 ماتشات اتعدلوا في 10 مباريات وخسروا 6 مباريات معنى كده ان هو بيحتل حاليا المركز 11 برصيد 25 نقطة هما طبعا بعيد بعيد شوية حلوين يعني عن فكرة الهبوط لكن أكيد هما كمان معنويا محتاجين انفوز عشان يعززوا من مركزهم في المسابقة أكيد بنتمنى التوفيق النهاردة لفريقنا أنا بتفع معاك يا كريم يعني احنا برضو بنأكد وكلام ده بديهي برضو مش هنأكد عليه على أي أساس هو بديهي والفريق بتاعنا عارف ده وجاز الفني عارف ده رغم أي نتائج لأي بقى منافس مش هنتكلم بس عن المحلة لو حتى النتائجه هنا بنتكلم غير مستقرة إلا برضو نومة في الأول في الآخر يا كريم فريق أعتقد جيد جدا وإحنا كمان مش عايزين نهدر أي نقاط يعني خاصة إحنا لسه في المركز التالت زي ما حضراتكم عارفين برصيد 41 نقطة من خطة 18 طبعا جولة حق خسرنا مط شوية تعادلنا في خمسة فده اللي بيقول لنا أو اللي بيأكد كلامنا إحنا محتاجين كل نقطة من المؤجلات طبعا وخلينا برضو نقول إن إحنا عندنا غيابات زي ما حضراتكم عارفين عندنا كريم عندكم معلول حمد يفاتحي طبعا للإصابة بإذن الله يقدروا أن هم يتخطوا هذا وعندك برضو إصابات مختلفة مش بس كده يعني الدكتور أسامة مصطفى رئيس جهاز الطبي طبعا لقطاع الناشئين واللي هو متواجد حاليا مع الفريق الأول لحين طبعا عودت إن شاء الله دكتور أحمد أبو عبلا هو كانتكلم عن عدة إصابات وإيه الجديد كمان في الإصابات وتشخيص كمان تكلم عن تشخيص إصابة تحديدا حمد يفاتحي وقال إن هي عبارة عن تشد في العدلة الخلفية اليسرى وهيحتاج ليه برضو فترة راحة تكلم عن حسين الشحات اللي اشتكى من كادمة في الكاحل الأيصر تكلم عن أيمن أشرف اللي اشتكى فيه من التهاب في الركبة يعني عندنا عندنا لسه بعض الأمور اللي محتاجة كده تزبط إن شاء الله الفترة اللي جاية وبالمناسبة عشان برضو الواحد ما ينساش عايزين نقول كل سنة وكابتن حسين الشحات طيب كان عيد ميلاده بالأمس وكانت لقطة حلوة جدا هم بيحتفلوا بيه في الملعب واللقطة اللي كانت أجمل كمان كابتن محمود الخطيب يا كريم لما راح وزارهم ودي كلها بنتقل برضو ثقة أنا لما المدير بتاعي ييجي ويحضر معايا تمريناتي أو كواليسي ويشجعني ويبقى موجود ومعنويا بيديك دفع أعتقد ده بيفرق الحالة المعنوية بتفرق جدا في نفس الوقت أنا بقى قدامه بقى عايز أثبت نفسي على أحسن حال ده غير طبعا كل حاجة في الآخر وفي الأول في الآخر مرتبطة برضو أن أنا عايزة أسعد الجماهير اللي في ظهري واللي نفسها تفرح واللي لازم أن احنا نفرحهم بإن شاء الله عودة الدوري مرة تانية لنا لأنه هو ده اللي احنا نعرفه فإن شاء الله خير بس هيبقى مطش برضو مش هنستهين بيه مطش قوي يعني بإذن الله نشوف كورة ممتعة أنا دايما بحب مش بس سكورة بحب أشوف كورة حلوة وسكور طبعا لصالحنا فإن شاء الله يح الشيء العجيب بقى حضراتي أن فعلا لقب الدوري هو دايما لقب يعني الأحب عند جماهير النادي الأهلي ممكن يبقى النادي الأهلي في موسم واحد مشارك في ثلاث أربع بطولات إفريقية ودولية حتى في بعض الأحيان لكن كلكم عند الأهلوية كلكم والدوري كوم تاني علما بأن الدوري مشوار ومشوار ونقاط وإلى آخر وحضراتكم طبعا عارفين التفاصيل لكن دايما الدوري ولقب الدوري ودرع الدوري ليه وضع شديد الخصوصية عند جماهير النادي الأهلي في كل مكان اشتركوا في القناة